يومين دولة زي ما قلت ايام مفترجة جدا والسواب فيه بيه تضاعف فرصة لكل من خايف على اخرته وخايف انه هو ما يكونش بيعمل كفاية في دنيته واخرتنا كلنا جاية ومعندش باقي في الدنيا دي دي فانية وكل الواحد بيعمل لدار الاخرة طبعا بنعمل لدنيتنا ولكن الاهم هو دار الاخرة لان هي دي الدار اللي هي للخلود ان شاء الله فاحنا بنعمل لها ان احنا نبقى في حالة احسن ومش نبقى في حال وحش للخلود فاحنا نركز قوي في النقطة دي ان احنا نعمل لحياتنا اللي ما بعد ما روحنا تطلع تمام؟ الدنيا دي بس فترة اختبار الدنيا دي بس فترة اللي يلحق ان شاء الله انه يقدم يقدر فيها رسالة اللي يلحق يساعد الناس اللي يلحق يعمل عباداته اللي يلحق يعمل الخير يعمله عشان بعد كده الاعمال بتتقطع والواحد أخرته بيتحاسب على الأعمال اللي عملها في دنيته دي فاليومين دول أيام مفترجة اليومين دول اللي هيعمل فيه خير هيتضاعف لي احنا شفنا الدعية الإسلامية ما شاء الله محمد اللي كان موجود معنا ما شاء الله وضح لنا حاجات كتيرة جدا اللي يعمل خير دلوقتي هيلاقي ما شاء الله أضعاف 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 من الحسنات إن شاء الله فرصة حلوة قوي لما نلاقي حد محتاج إن احنا نساعده لأن مش بس هتاخده فيها حسنات سبحان الله يعني مش بس حسنات لأ كمان يعني ربنا بيرجع الفلوس دي أضعاف أضعاف دي اتجارة مع ربنا يعني الموضوع حاجة عظيمة وكبيرة جبدا غير إنها بتخسل الزنوب وحاجات كتيرة قوي 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 فربنا يهدي الجميع وينور بصرتنا جميعا يا رب إن شاء الله للخير دايما